مرحبا زقائي كيفكم ما كنا نعي من قناة نيمو الفيديو تمنا اليوم بيحكي عن تحديات اللوف والووري اللي هي سيرش اندسترويت فخليك مع المقطع ومشاهد ممتعة اصدقائي مثل ما نعرف اليوم نزل تحديث اللي هو 11.50 تحديث هاد ما نزل فيه شي غير شي اربع سكنناك مسربة ونزل فيه تحديات اللي انا شرحتها قبل بس انا شرحت قبل تحديات الوور بس اللي هي الحرب نزل مع تحديات جديدة اللي هي اللوف متل مو شايفين هون امامكم تحديات هون متل مو شايفين انتو كل يوم يعني بعد 17 ساعة من هلأ كل يوم سيفتح لكم تحديين جداد كل اتنين سيفتحوا بيوم شكل مع شيالة هلذا جدا هي الحلو المهم التحديات اليوم سيفتเหطشتكم اتنين شكل متل ما شايفين التحديات امامكم هون رح اختصرهم وحط لكم صورة التي زهره هلأ امامكم هي هاي الصورة واروجيكم شو هنين التحديات واشرح لكموا واحد واحد انا قبل كنت شارح للتحديات التبعات الوور بس سيلة لحشرح لكم تحديات من أول وجديد كامل jeu متل ما شايفين أول تحديين من فوق، لازم تعمل خمس مهمات من المهمات الي هن مهمات الحرب ومهمات الحب اللي هنا اللوف والور كل ما تساوي خمس مهمات من هذا وخمس مهمات من هذا لح تاخد هاي الظهرية اللي ظهرة امامكم بالصورة ولما تخلص مهمات الخمسة الثانية تاخد الظهرية الثانية ظهرة امامكم بالصورة والتحدي اللي بعده اللي هو بداك تخلص خمس تحديات من تحديات اللوف وخمس تحديات من تحديات الور اللي هنا خمس تحديات الحب وخمس تحديات الحرب لحتى تاخد هذا البيكاكس اللي ظهر امامكم اللي هو السيفين والتحدي اللي اول واحد مبلش باول تحدي من بيناتون. لازم تلعب خمس مرات اللي هو زاهر امامكم هون. لازم تلعب خمس مرات باي واحد من هدول. مجرد ما انك تلعب خمس مرات انت بهذا الطور او بهذا الطور. بتاخد الاول مهمة بتخلصها. اللي بعد اللي هو بدك تزرع قلم بلاي او بدك تفكك قلم بلاي. متل ما شايفين مقطع امامكم انا هون هم بزرع قلم بلاي. انت كل ما تلعب مود انت بتنزل مرة هون و مرة هون. متل جابة امامكم بتلاعب اتمم امامكم في فريقين فريق بيحط القلم بلاي وفريق بيشين القلم بلاي. لي هو بدي يفكك القلم بلاي بعد ما تلعط. عندك اللي arrive بهادول التحديين اللي هدلها الвой ان يتبه ان الي ب passado. اول مهمة منهم انك انت بديك تزرع او تفكك القلم بلاي مرتين. والاستجدا و بتبع هادة التحدي بديك تزرع القلم بلاي او تفكك القلم بلاي عشر مرات. لحتى تهدئ بس هتول عليهم XP ما عليهم هدايا او اي شي تاني يعني هون XP بس. والتحدي الي بعده اللي هو بدك تضل Top 15 Do أو Sequoad مع اصدقائك. يعني شلون يعني تعمل Addler فيك. تعملون Invite. تفوت انت تلعب دو او Sequoad في الطور العادي. مو بالطور اللي هو Search and Destroyed. بدك تلعبو الطور العادية اللي هو بنلعبوك العادي اليحنا. اللي هو دو او Sequoad بس مع صديقك او مع اصدقائك يعني Sequoad او Sequoad. بس لازم تضل طب 15 لحتى تخلص هاي المهمة التحدي اللي بعده هل هو انك انت لازم تاخد ايتم من واحد من هذول المكانات اللي زاهرين امامكم الشو ما كان التايتم تاخده خمس مرات باستيج وون او باستيج وون باستيج تو تاخده مية مرة اوف يعني مية مرة كتير ما او عاف اذا شكله مبالغ فيه ولا انا هيك شايفو مية مرة لازم تاخد ايتم يعني بتنزل كل مرة تأخذ آتي من هاي المكانة بنحسب لك مرة بالستاج 1 وستاج 2 الستاج 1 خمس مرات بك تأخذ والستاج 2 بدك تأخذه 100 مرة والتحدي بعده اللي معنى اللي هي بدك تحمل باندج بازوكا اللي ظاهر أمامكم بأي طور كان وتعطي هيل لأصدقائك تضرب عليهم هيل بهاي الباندج بازوكا وتعطيهم 100 هيل فهيك انت بكون خلص هذا التحدي وبتربح فيه هذا اللون تبع الإسلاح والتحدي اللي بعده اللي هو الستاج 1 وستاج 2 نرجع لهذه التحديات الستاج 1 او المرحلة الاولى تبعه بدك تقتل خمس اشخاص بطور Search and Destroyed اللي هو هذا الطور اللي هو هذا الطور بدك تقتل خمسة والستاج 2 اللي هي المرحلة التالية تبعه بدك تقتل خمسة وسبعين واحد مش شرط بجيم واحد بكذا جيم بدك تلعب فيعني بدك تقضي وقت كتير فيه هذا Search and Destroyed لحتى تقدر انت تخلص مهماته كتير مهماته طويلة والتحدي اللي بعده اللي هو اللي حيربحك هذا اليموت اللي ظاهر أمامكم بهذا التحدي بدك تقتل ثلاث اشخاص او تعمل Revive Lair في قاتك لأصدقائك تعملهم Revive تصحيهم يعني ثلاث مرات بSingle Match بMatch واحد لازم تقتل ثلاثة او تصحي اصدقائك ثلاث مرات واحدة من التنتين وهيك انت بكون خلصت التحدي واخرت هاد اليموت اللي ظاهر أمامكم والتحدي اللي بعده نرجع للستاج 1 وستاج 2 الستاج 1 هذا التحدي هو انك بدك تجمع 2500 دهبة طريقا انك مجرد ما تلعب او تزرع قملة او تفكق قملة يعني انت ولعبك لح تاخد منه هاي الدهب هاد الدهب المرحلة الاولى تبع هاد التحدي لازم انت تاخد 2500 دهبة والمرحلة الثانية لازم تاخد 25000 دهبة مو شرط بجيم واحد مجرد انت ولعبك متضلع بتجمع دهب تجمع تجمع حسنا بيحسبو لك يوم بكزا جيم المهم متقفل 2500 و 25000 ما عليهم الهدايا عليهم اكس بي فقط والتحدي بعده اللي هو بدك تلعب بمود سولو او دو او سيكواد او تيم رنبل اي واحد من هدول الثلاث مودات او الاربع مود يعني عفوال بدك تشكر في الباص هاده شلون انت وراكب الباص بتكبس بتدوس كبسة الايموت اللي هي بتطلع لك الرأسات بتشكر سائق الباص وبتنحسب لك مرة بأجيام مختلفة طبعا ما بدك تشكره غير مرة واحدة بكل جيم التحدي اللي بعده اللي هو بدك تاخد من هاي مكانة الشراء اللي زهره امام كون بدك تستخرج منه عنصر واحد او ايتم واحد لونه مادي او لونه ازرق او اخضر حسب الموجود المهم تستخرج منه ايتم واحد من هاي المكانة بتنحسب لك مرة الستاج 2 تبع هاده التحدي هو بدك تطلع عنصر واحد وبتكسب منه خمسين الف اكس بي والستاج 1 تبع هاده التحدي تكسب منه الصورة اللي هي زهرة امام كون بالشاشة والتحدي اللي بعده اللي هو بدك انت تدمج الف دماج للناس فهذا التحدي مو معروف بدك تعمل الف دماج لمين بالسولو بالسكواد او بالسيرش اندسترات بهذا المود مو معروف مين كله عليك انك انت تعمل دماج الف وبتربح من وراه هاده البنر اللي بنحط على اسمك والتحدي الاخير اللي هو بدك تاخد هيل او تاخد شيلد يعني تاخد دم او درق مو شرط بجيم واحد وبتربح البنر اللي بنحط بجنب اسمك وهيك بنكون شرحنا كل التحديات ويا ريت اذا انت اول مرة بتشاهد الفيديو عندي ع القناة اشترك بالقناة فعل زر الجراز اذا في اي تعليقات او اي شي على الفيديو او اي شي مو مفهوم اكتبولي بكومنت انا بتابع وبكتبلكن وبساعدكن باي شي بدكن يا وشكرا على المشاهدة وبرعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة